البلاد تقنن شروط إقامة الأجانب على التراب الوطني استجابة للحاجة وذلك بعد عرض ودراسة واعتماد مشروع المرسوم الذي يحدد شروط قبول إقامة الأجانب في الأراضي الشدية أثناء مجلس الوزراء العادي الذي ترأسه رئيس الجمهورية محمد إدرس ديبيتنو بتاريخ الرابع من يوليو واليوم جاء الدور على الخطوة التالية من خلال إصدار مرسوم الرئاسي رقم 0128 والذي يقضي بتحديد شروط إقامة الأجانب في الأراضي جمهورية تشاد الصادر بتاريخ الثالث والعشرين من يونيو للعام 2024 وتضمن المرسوم عشرة فصول تتمثل في الأحكام العامة والأجانب المستفيدين من النظام التفضلي وفئات الأجانب المختلفة وشروط الإقامة وغيرها حيث أوضحت أنواع التأشيرات المطلوبة وأنظمة عمل الأجانب فضلا عن تدابير المراقبة والأمن وتعزيز التدابير الأمنية لمنع الدخول غير القانوني والأنشطة الإجرامية المتعلقة بالهجرة والعقوبات للذين لا يمتثلون للتشريعات المعمول بها مرسوم شروط قبول إقامة الأجانب سيعمل بلا شك على تنظيم الاقتصاد وسوق العمل ووصول الأجانب إلى المهن مما يمكن أن يساعد في سد نقص العمالة في بعض القطاعات وحماية العمالة الوطنية من خلال تجنب المنافسة غير المشروعة يعد المرسوم الخاص بشروط إقامة الأجانب أمرا بالغ الأهمية لإدارة الهجرة والأمن القومي واندماج الأجانب وعلى رغم من التأخير في إصداره فإن اعتماده يظل أولوية لضمان إطار قانوني واضح وفعال ويجب على السلطات أن تسعى جاهدة لتدليل العقبات التي سسببت في هذا التأخير لضمان التنفيذ السريع والفعال للمرسوم في كافة أرجاء الوطن ترجمة نانسي قنقر